السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم أغر عليه للنبوة خاتم من نور يلوح ويشهد وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد وشق له من اسمه ليوجد له فذو العرش محمود وهذا محمد قال تعالى وإنك لعلى خلق عظيم فالله سبحانه وتعالى وصان بحسن الخلق وحبيب للنبي صلى الله عليه وسلم قال أقربكم مني منزلا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وهو القائل عليه الصلاة والسلام إن العبد لا يدرك بحسن خلقه درجة الصائم النهار القائم بالليل نأخذ موقف في غاية الروعة ونقتدي برسول الله فالله سبحانه وتعالى هو القائل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة كان هناك رجل يقال له زيد بن سعنة زيد بن سعنة يقول ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد عرفته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين اثنتين لم أختبرهما ولم أراهما في النبي صلى الله عليه وسلم يقول الأولى يسبق حلمه جهلة والثانية لا تزد شدة الجهل عليه إلا حلمه يقول زيد بن سعنة خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما من الحجرات مع علي بن أبي طالب كرم الله وجهه وإذ برجل من الأعراب يقبل على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول يا رسول الله إن قومي في قرية بني فلان دخلوا في الإسلام لكنهم دخلوا في الإسلام طمعا فلقد أخبرتهم أنهم إن أسلموا وآمنوا بالله وصدقوك أتاهم رزقهم رغدا وقد نازلت بهم اليوم يا رسول الله شدة وقحت فإن رأيت يا رسول الله أن ترسل إليهم بشيء تغيثهم بك فعلت يا رسول الله وإذ بالنبي عليه الصلاة والسلام الرحمة المهداة والنعمة المزداة ينظر إلى علي بن أبي طالب ويقول يا علي هل عندنا شيء من المال قال علي لا والله يا رسول الله لقد نفد المال كله لقد نفد المال كله يا رسول الله وإذ بزيد بن سعنة يقترب من النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا محمد هل تبيعني تمرا معلوم إلى أجل معلوم في حائط لبني فلان قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم أبيعك تمرا معلوم إلى أجل معلوم لكن لا تسمي حائط بن فلان يقول فأعطيت النبي صلى الله عليه وسلم مثقال ثمانين من الذهب فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم كلها وأعطاها للأعربي وقال انطلق إلى قومك فأغثهم بهذا المال ولم يمضي غير قليل من الوقت وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة لصاحب له مع أبا بكر وعمر وعثمان ونفر من أصحابه صلى الله عليه وسلم ثم أتى إلى جدار فأسند ظهره إلى جدار مثل هذا الجدار يقول زير بن سعنة فأقبلت على النبي صلى الله عليه وسلم ولببته من ثيابه وخنق النبي صلى الله عليه وسلم خنقا شديدا وهو يقول أدي ما عليك من حق ومن دين يا محمد فوالله ما علمتكم يا بني عبد المطالب إلا مطلن في أداء الحقوق وسداد الديون وإذ بالفاروق الملهم عمر رضي الله عنه وأرضاه ينظر وعينه تدور ويقول لعدو الله زير بن سعنة يا عدو الله أتقول لرسول الله ما سمعت وتفعل برسول الله ما أرى والله لو لأني أخشى فوته وغضبه لضربت رأسك بسيفي هذا وإذ بالنبي صلى الله عليه وسلم ينظر في هدوء وسكون عجيب ويقول يا عمر لقد كنت أنا وهو في حاجة إلى غير ذلك يا عمر لقد كان من الواجب عليك أن تأمرني بحسن الأداء وأن تأمره بحسن الطلب فبوهت هذا الحبر اليهودي يعني آل من علماء اليهود زير بن سعنة بوهت أمام هذه الأخلاق العالية فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال يا عمر خذه وأعطيه حقه وزده عشرين صاعا من تمر جزاء ما روعته عشرين صاعا من تمر جزاء ما روعته فأخذه عمر رضي الله عنه فأعطاه حقه وزاده عشرين صاعا من تمر فقال يا عمر ما هذه الزيادة فقال عمر أمرني أن أزيدكها رسول الله فقال ألا تعرفني يا عمر قال لا قال أنا زيد بن سعنة قال حبر اليهود قال بلى قال فما حملك على أن تفعل برسول الله ما رأيت وعلى أن تقول لرسول الله ما سمعت قال يا ابن الخطاب ما من شيء من علامات النبوة إلا وقد رأيته في وجه محمد حين نظرت إليه إلا خصلتين اثنتين لم أراهما ولم أختبروما في رسول الله وقد رأيتهما اليوم في رسول الله فأشهدك يا عمر أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ألم يقل الله وإنك لعلى خلق عظيم وأختم إخواتي الكرام إخواتي الكرام وأخواتي الفضليات بهذا الموقف لنعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في حق النبي عليه الصلاة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين تعلمون ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم من آلام وأوجاع في رحلة الطائف وقبلها وبعدها ولكن السيدة عيشة في يوم من الأيام تقول يا رسول الله هل مر بك يوم كان أشد عليك من يوم أحد قال بلى يا عائشة يوم إذ عردت نفسي على ابن عبد يلي بن قلال فلم يجبني إلى ما أردت فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب ونحيثك تتخيل النبي صلى الله عليه وسلم ينطلق سبع ثمانية كيلو وهو يمشي على أقدامه لا يركب سيارة مكيفة ولا طائرة خاصة تنقله لا أبدا أبدا وإنما يسير ليتذكر الأصحاب الذين طردوا وعذبوا وأوذوا إذاء شديدة مهموم عليه الصلاة والسلام من أجل هذا الدين فنحن إخواني وأخواتي ماذا قدمنا لدين الله عز وجل نحن عندنا حرص على الطعام والشراب والملبس والخروجات والفسح وغير ذلك أما حبيبنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل همنا وكان يقول أمتي أمتي فماذا قدمنا لنصرة الحبيب النبي عليه الصلاة والسلام يقول فانطلقت وأنا مهموم فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب وإذ بسحابة قد أظلتني وإذا فيها جبريل فيقول السلام عليك يا رسول الله إن الله عز وجل قد سمع قول قومك لك وما ردوا به عليك وإن الله عز وجل أرسل إليك ملك الجبال فمره بما شئت فيهم يا رسول الله فأتى ملك الجبال سلم على الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت الأخشبان جبلا عظمان بمكة المكرمة الأول الأحمر والثاني أبو قبيس وكلكم يعرفون المكان ولكن الشاهد أتى ملك الجبال وقال لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت آه لو حدث هذا معي أو معك هتقول أرحنا منهم ولسالت الدماء من مكة حتى يراها أهل الطائف ويراها أهل المدينة دماء كثيرة ولكن نبى عليه الصلاة قال لا يملك الجبال بل أرجو الله عز وجل أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيء وبالفعل خرج منهم خالد بن الوليد وخرج منهم عكرمة رضي الله عنه وخالد بن الوليد أبوه لربنا قال في حقه سأصله سقر وعكرمة تعلمون ابن أبي جاهل ولكن الصحابة رضي الله عنهم وعرضهم أشم تسرع لا تنتقم لنفسك كن صبورا كن صاحب أخلاق حميدة فالأخلاق هذه دعوة لدين الإسلام أسأل الله أن يحشرنا وإياكم في الجنة مع رسول السلام والسلام عليكم ورحمة الله